اشتركوا في القناة هناك قول المواعظ للناس والصلوات لله والتسابيح لله وللناس حفظتها لأنها بدت لي كمقولة جيدة جدا ألا توافقون؟ يقول الناس إن العظاة مخصصة لإيصال كلمة الله لإيجاد الناس السماويين الذين هم خطا والصلوات هي لتحريك قلب الله والتسابيح هي من أجل لمس قلوب الله والناس على حد سواء لنبحث أولا عن النبوءة سبحوا الله في سفر إشعياء الإصحاح الثاني والستين لنتوجه إلى إشعياء الإصحاح الثاني والستين في الإصحاح الثاني والستين الآية السادسة مكتوب على أسوارك يا أوروشاليم أقمت حراسا يبتهلون نهارا وليلا يا ذاكر الرب لا تكفوا ولا تدعوه يستكين حتى يعيد تأسيس أوروشاليم ويجعلها مفخرة الأرض يشهد الكتاب المقدس عن السبب الذي من أجله سيعيد الله تأسيس أوروشاليم وذلك لتنالي المجد والثناء من العالم ثم بحسب رسالة غلاطية إلى من تشير أوروشاليم يخبرنا الكتاب المقدس أن أوروشاليم تشير إلى أمنا إذن دعونا أولا نتعرف على الله دعونا نلقي نظرة على إنجيل متى الإصحاح السادس الآية الثامنة في إنجيل متى الإصحاح السادس الآية الثامنة يقول يسوع فلا تكونوا مثلهم لأن من هو الله لنا هو أبونا لأن أباكم يعلموا ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه الله هو أبونا الآية التاسعة فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك على الأرض كما هي في السماء إن اسم الله يستحق حقا أن يقدس بتوقير يجب أن يكون مصدر فخرنا وموضوع للثنى ماذا قال لنا يسوع أن ندعو الله عندما نصلي علمنا يسوع أن ندعو الله أبانا عندما نصلي هذا المقطع مهم للغاية دعونا نلقي نظرة أيضا على رسالة غلاطية الإصحاح الرابع دعونا نرى كيف قام الله بتعريف علاقتنا به في رسالة غلاطية الإصحاح الرابع الآية السادسة والعشرين أما الثاني فرمزه الحرة التي تمثل أوروشاليم السماوية أي التي في السماء أوروشاليم السماوية من هي بالنسبة لنا التي هي أمنا في الواقع لدينا أب سماوي وأم سماوية بمعنى آخر يمكننا أن نقدم التسبيح والمجد لله عندما نمتلك إيمانا راسخا ونعي بوجود الله الآب والله الأمة أليس كذلك؟ منذ حوالي ألفين عام كان الرسول يوحنى يرغب بشدة في رؤية العروس زوجة الحمل قال الملاك سأريك عروس الحمل ثم أراه المدينة المقدسة أوروشاليم نازلة من السماء أظهر الملاك أوروشاليم كرمز لعروس الحمل أراد الرسول يوحنى بشغف أن يرى واقع أوروشاليم لكنه لم يستطع ماذا عنا اليوم؟ ألا نراها؟ عندما نفكر في موقفنا ندرك حقاً نحن هم المباركون ما مدى أهمية وعظمة مكانة أحد تلاميذ يسوع الاثنى عشر؟ حتى الرسول يوحنى الذي كان في مثل هذا المنصب المهم لم يستطع رؤيتها بينما نحن الآن نستقبل هذه النعمة لذلك دعونا لا ننسى أبداً كم نحن مباركون دعونا نلقي نظرة على سفر التكوين الإصحاح الأول الآية السادسة والعشرين سفر التكوين الإصحاح الأول الآية السادسة والعشرين ثم قال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا قال الله لنصنع الإنسان ولكن في كنائس أخرى يعلمون أنه يوجد إله واحد فقط هو الذي خلق البشرية ومع ذلك بما أن الكتاب المقدس يعبر عن الذي خلق البشرية بنحن ألا يتضح من الكتاب المقدس أن الله الخالق ليس واحداً؟ إذن هل يجوز لنا تغيير كلمة واحدة في الكتاب المقدس؟ مكتوب في سفر التثنية والرؤية أنه لا يجب علينا أبداً تغيير كلمة واحدة في الكتاب المقدس مع وضع ذلك في الاعتبار يمكننا أن ندرك أن الضمير نحن هنا بالتأكيد ليست تعبيراً مفرداً بعبارة أخرى يمكننا التأكد أنه لم يكن هناك إله وحيد قد خلق الإنسان أليس كذلك؟ أرجو منكم النظر بعناية الآية السابعة والعشرين فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ماذا خلق؟ ذكراً وأنثى خلقهم في صورة من خلق الذكر والأنثى خلق الذكر والأنثى على صورة الله بعبارة أخرى بما أنه ليس هناك فقط صورة مذكرة لله بل وأيضاً صورة مؤنثة لله فكيف وصف الله نفسه؟ قال الله لنصنع الإنسان يتم الإشارة إلى الصورة المذكرة لله باسم الله الآب إذن، بطبيعة الحال، كيف يجب أن ندعو الصورة المؤنثة لله؟ يجب أن تدعى الله الأم عندما ننظر إلى الكتاب المقدس مدركين وجود والدين الروحيين الله الآب والله الأم الذين خلق الإنسان في البداية يمكننا أن نفهم الحق تماماً يوجد الله الآب الذي له صفات ذكورية فمن يوجد أيضاً يجب أن نعلم أنه هناك بالتأكيد الله الأم التي لديها صفات أنثوية يجب أن نصبح الذين يمدحون أبانا ويتباهون به وكذلك يمجدون أمنا ويشكرونها بما أننا تلقينا مهمة الحارس لنتباهى بأورشاليم وفقاً للنبوءة المسجلة في إشعياء الإصحاح الثاني والستين فماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن نتباهى بأورشاليم أمام العالم أجمع لدينا أعظم مصدر للفخر في الماضي كان الأطفال غالباً يتباهون بآبائهم في الملاعب قائلين استمعوا أبي قوي جداً أو أبي وسيم جداً في هذا الصدد يجب أن نتباهى أكثر بإلهنا كونك متحفظاً له مزاياه ولكننا بحاجة إلى أن نتحدث أكثر عندما يتعلق الأمر بالتفاخر بالله لقد أنعم الله علي وعلى عائلتي ووحدتي وفريقي بهذه البركات لقد أنعم على كنيستنا دائماً بالبركات هل لديك أب يعلمك أن تحفظ الفصح؟ هل لديك أم تعلمك أن تحفظ العهد الجديد؟ ألم نتعرف على يوم السبت من خلال أبينا وأمنا؟ يجب أن يعرف جميع أبناء صهيون كيف يمجدون الله ويتفاخرون به لهذا السبب قال النبي هوشع أنه من بين الأشياء التي نحتاجها لخدمة الله أنه يجب أن نحرص على معرفة الله وأن نتفاخر به دائماً دعونا ننتقل إلى سفر هوشع الإصحاح السادس سفر هوشع الإصحاح السادس الآية الثالثة لنعرف، بل لنجد حتى نعرف الرب ألا تعني معرفة الله الاعتراف به؟ يجب أن نبذل كل جهد ممكن لنعرف الله فمجيئه يقين كالفجر يقبل إلينا كإقبال المطر وكغيوث الربيع التي تروي الأرض دعونا ننتقل إلى الآية السادسة في الآية السادسة مكتوب إني أطلب رحمة لا ذبيحة وماذا يريد الله أيضاً؟ ومعرفتي أكثر من المحرقات هنا يريد الله أن يعلمنا على الرغم من أن الآلاف من خدمات العبادة والتضحيات والصلوات كلها مهمة إلا أنني قبل كل شيء أرغب منكم الحصول على معرفة صحيحة بالله إذن، هل العديد من الكنائس اليوم تعرف الله حقاً وتخدمه؟ إنهم يخدمون إلهاً موجوداً فقط في أفكارهم ومفاهيمهم من ناحية أخرى، ألسنا الآن نستقبل ونعبد ونمدح الإله الذي يشهد له الكتاب المقدس؟ على أي أساس نقول، هذا هو أبونا، هذه هي أمنا، أين الدليل؟ هذه الكتب تشهد لي يسوع الذي جاء إلى هذه الأرض منذ ألفين عام، جعل هذا واضحاً لنا إذا لم توجد شهادة في الكتاب المقدس، فلا يتوجب علينا الإيمان بها لكن إذا كانت هناك شهادة في الكتاب المقدس، ألا يجب أن نؤمن ونتبع ما تشهد به؟ ماذا جاء في سفر إشعياء الإصحاح الخامس والعشرين؟ ها هو إلهنا الذي انتظرناه فخلصنا؟ هناك العديد من العلامات التي تم تقديمها لنتعرف على الإله الحقيقي العلامات هي الخمر المعتق، والمأدبة حيث يبتلع الموت إلى الأبد منذ حوالي ألفين وسبعمائة عام، تنبأ النبي إشعياء عن عصر الروح القدس إذا ما هو نوع الخمر المعتق الذي يمكنه ابتلاع الموت إلى الأبد؟ هناك عشرات الآلاف من أنواع الخمر المختلفة في العالم من بين جميع أنواع الخمر، ما هو الخمر الذي يمكنه ابتلاع الموت إلى الأبد؟ هل يوجد خمر آخر غير خمر فصح العهد الجديد؟ قال الله، أنتم تدرسون الكتب لأنكم تعتقدون أنها ستهديكم إلى الحياة الأبدية، هذه الكتب تشهد لي إذن، يجب أن يتم تسجيل الشهادات عن أبينا والشهادات عن أمنا في الكتاب المقدس كما نرى، ماذا قال الله في سفر التكوين الإصحاح الأول، الآية السادسة والعشرين، في الإصحاح الأول من الكتاب المقدس الذي يتألف من ستة وستين سفراً، لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا؟ ألا يعلمنا الكتاب المقدس بوضوح أن الإله الذي خلق الإنسان ليس مجرد إله واحد، خلق الله الإنسان على صورة الله، لم يخلق على صورة أي ملاك، بما أن الذكر والأنثى خلقا على صورة الله، فهذا يعني بوضوح وجود إله بصورة ذكر، وأيضاً إله بصورة أنثى، إن الله الذي خلق الإنسان يعطينا الحياة ويمنحنا النفس ويسمح بوجودنا ألم يكن الله الآب والله الأم موجودان قبل أن نولد على هذه الأرض؟ لذلك يوقظنا الكتاب المقدس لحقيقة وجود الله الأم من خلال رسالة غلاطية الإصحاح الرابع ووجود الله الآب من خلال إنجيل متى الإصحاح السادس لقد تعلمنا أن نقدم الشكر الأبدي والمجد الأبدي والتسبيح الأبدية لأبينا السماوي وأمنا السماوية، الذين هما الخالقان هذا لأنه وفقاً لإشعياء الإصحاح الثالث والخمسين تم التنبؤ بأن أبونا السماوي سيعاني من التعذيب والطعن والجلد بسبب معاصينا وآثامنا يوضح لنا الإصحاح الخمسون من سفر إشعياء أن كل الألم والحزن الذي تحملته أمنا السماوية يرجع في النهاية إلى الخطايا والمعاصي التي ارتكبها أبناؤها في السماء أليس كذلك؟ إذن، إلى ماذا يوجهنا الكتاب المقدس لنفعل فيما يتعلق بالله؟ احمدوا الله وسبحوا الله ومجدوا الله سجل الكتاب المقدس هذه الكلمات مراراً وتكراراً إذن، أين يسكن الله الذي يجب أن نمجده ونشكره ونسبحه؟ ما هو الإله الذي يجب أن نتفاخر به؟ لننتقل إلى إشعياء الإصحاح الثالث والثلاثين إشعياء الإصحاح الثالث والثلاثين الآية العشرين أتفت إلى صهيون مدينة أعيادنا فتكتحل عيناك بمرأة أوروشاليم المسكن المطمئن والخيمة الثابتة التي لا تقلع أوتادها إلى الأبد ولا تنقطع حبالها هناك هناك يكون الرب الله يكون الرب لنا بجلاله مكتوب أن الله سيسكن معنا في صهيون مكان أنهار وجداول واسعة لا يبحر فيها قارب ذو مجداف ولا تمخر فيها سفينة عظيمة لأن الرب هو قاضينا الرب هو مشترعنا هو ملكنا وماذا سيفعل وسيخلصنا يظهر لنا الكتاب المقدس بوضوح أن الله سينقذنا جميعا من مستنقع الخطيئة وسلاسل الموت وعذاب الجحيم سيخلصنا الله في النهاية لننتقل إلى الآية الرابعة والعشرين لن يقول مقيم في صهيون إنه مريض وينزع الرب إثم الشعب الساكن فيها بمعنى آخر ما نوع النعمة التي سيحصل عليها الساكنون في صهيون سيحصلون على مغفرة الخطايا من هم الذين يحتاجون إلى أن تغفر خطاياهم؟ إنهم الخطى إذا لم يكن هناك خطيئة فإن ظهور كلمة مغفرة في الكتاب المقدس سيكون بلا معنى بما أننا قد أخطأنا فإن مصطلح غفران الخطايا مسجل في الكتاب المقدس وفقا للآية الرابعة والعشرين ما هي النعمة التي يمنحها الله للذين يسكنون في صهيون؟ إنها مغفرة الخطايا إذن ماذا يقول الله عبر النبي إرميا في سفر إرميا الإصحاح الرابع؟ إلجأوا إلى صهيون بدون تأخير ألا يأمرنا الله باللجوء إلى صهيون فورا دون تردد أو تأخير؟ لنلقي نظرة على سفر إرميا الإصحاح الحادي والثلاثين إرميا الإصحاح الحادي والثلاثين الآية الحادية والثلاثين ها أيام مقبلة يقول الرب ماذا سيفعل الله؟ أقطع فيها عهدا جديدا مع ذرية إسرائيل ويهوذة إذن ماذا يطلب من الله الذي أسس العهد الجديد في صهيون؟ يطلب من الله أن نحمده ونتفاخر به ونعبده بحسب النبوآت العديدة في الكتاب المقدس والأنبياء فإن الله الذي يجب أن نتفاخر به ونسبحه هو الذي يسكن في صهيون والذي قام بإعلان العهد الجديد يقول الله أقطع فيها عهدا جديدا مع ذرية إسرائيل ويهوذة لا أحد يستطيع أن يقوم بهذا العمل إلا الله إذن من هو الذي أعاد حقيقة العهد الجديد الذي تم إلغاؤه ويقود الأبناء إلى صهيون؟ أليس الله الآب والله الأم اللذان هما الروح والعروس؟ أليس هذا هو السبب في أن الروح والعروس في سفر الرؤية؟ الإصحاح الثاني والعشرين الآية السابعة عشر يقولان تعالى يدعو الله كل البشر ويقودهم إلى طريق مغفرة الخطايا وبركة الحياة الأبدية ونحو ملكوت السماوات الأبدي إذن كيف يجب أن نستجيب لندائهم؟ يجب أن نسبح الله ونشكره ونتفاخر به أمام العالم أجمع أبانا أسس العهد الجديد هل لديكم سبت العهد الجديد أو فصح العهد الجديد؟ ليس لديكم لدينا كلاهما أبونا أسس العهد الجديد وأمنا هي حقيقته وبالتالي نحن نحفظه بأمانة كيف تتوقعون دخول ملكوت السماوات بدون العهد الجديد؟ علينا أن نستمر في التفاخر بأبينا وأمنا بهذه الطريقة الله لا يقول شيئا عبثا أليس كذلك؟ عندما أمر الله نوح ببناء فلك كان من شيء لا يمكن تصوره بالنسبة للناس في ذلك الوقت أن يعتقد أن الأرض ستفيض بالماء إذن، هل أمر الله نوح ببناء الفلك بلا سبب؟ ألم تكن هناك إرادته لإنقاذ البشرية من خلال الفلك؟ وراء أوامر الله تكمن خطته اللانهائية؟ إذن، عندما يقول لنا افتخروا بالله وسبحوا الله ولا تدعوا حراس أرشليم يستريحون، دعوهم يعلنون مجدها لجميع الأمم ويفتخرون بها حتى تنال المجد في العالم هناك سبب واضح لماذا علينا القيام بما يأمرنا الله؟ يجب أن نفتخر بالله دائماً في أماكن عملنا، ومدارسنا، وفي الجيش، ولدى جيراننا، ومع معارفنا، وأصدقائنا كلما افتخرنا بالله الآب والله الأم، كلما انحسرت الظلمة تدريجياً من هذا العالم المظلم ألا يصبح العالم أكثر إشراقاً عندما يكون هناك عشرة أضواء بدلاً من واحد فقط، ومائة بدلاً من عشرة، وألف بدلاً من مئة؟ في الماضي سادت قوانين البشر الأرض، لكن الآن تتناقص قوتهم بشكل متزايد، لماذا يحدث ذلك؟ مع استمرارنا في الشهادة عن يوم السبت، والفصح، وأمنا أرشليم السماوية، وأبينا السماوي أكثر فأكثر، يستمر الشيطان في فقدان قوته الروحية في النهاية، ألن تأتي لحظة المجد حين يتعرف العالم أجمع بشكل صحيح على مجد أبينا السماوي وأمنا السماوية؟ مهما صرخنا، توبوا، فقد اقترب ملكوت السماوات، لا يستمع الناس ذلك لأن العالم المرئي يظهر زاهياً جداً في أعينهم ومع ذلك، من خلال كلمات الحق، نحن الآن نكشف الحقيقة للجميع لماذا تم إلغاء الفصح، ومن الذي قاد البشرية لانتهاك كلمة الله المقدسة؟ كلمة الله هي مرسوم ملكي من الناحية الروحية، ولكن بعد أن عبث الشيطان بهذا المرسوم واستبدله، فإن البشرية تتبعه لذلك، يجب علينا أن نحمد الله ونتفاخر به أكثر حتى فكروا في كيفية إعطاء الله نوح التصميم الدقيق والمقاييس للسفينة بنفس الطريقة، اليوم، يعلمنا كيف نبشر سواء استمعوا أم لا، فقط بشروا جميعاً، ثم سأتكفل أنا بالباقي هذه هي إرادة أبينا السماوي وأمنا السماوية أطلب منكم أن تنقشوا هذا في قلوبكم مرة أخرى لنتوجه إلى سفر إرمي الإصحاح الثالث لنرى ما قاله الله عن نتيجة الإنجيل حين ننقش تعاليم أبينا وأمنا في قلوبنا لنرى سفر إرمي الإصحاح الثالث الآية السابعة عشر ويدعون في ذلك الحين مدينة أوروشاليم ماذا سيدعون أوروشاليم؟ كرسي الرب، وتجتمع إليها كل الأمم أين سيجتمعون؟ في أوروشاليم من هي أوروشاليم السماوية الحرة؟ وهكذا مكتوب أن جميع الأمم ستأتي إلى أمنا يجب أن نبشر بهذا الخبر لعدد كبير من الناس حتى أنه بعد مرور بعض الوقت يمكنهم أن يفكروا آه، السيدة التي تسكن بجانبي ذكرت أن أمنا السماوية أوروشاليم تدعونا على هذه الأرض، يجب علي أن أسرع وأذهب إلى هناك ألن يفكروا في هذا الخبر ولو مرة واحدة؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا مبشر؟ كما هو مكتوب في رسالة رومية لنا، هل يمكن حدوث مثل هذا الحدث التاريخي إذا لم نبشر؟ كما هو مكتوب هنا، ويدعون في ذلك الحين مدينة أوروشاليم كرسي الرب، وتجتمع إليها كل الأمم للمثول في حضرة الرب، ولن يضلوا وراء عناد قلوبهم الشريرة، الآية الثامنة عشر، وتنضم في تلك الأيام ذرية يهوذى إلى ذرية إسرائيل، ويأتون معا من أرض الشمال إلى الديار التي أورثتها لآبائهم، دعونا نعلن بجدية مجد أبينا السماوي ومجد أمنا السماوية، حتى تتمكن كل الأمم من التجمع في أوروشاليم هذا العام، دعونا نرى سفر إشعياء الإصحاح الستين الآية الأولى قوم استضيئي، فإن نورك قد جاء، ومجد الرب أشرق عليك، ها إن الظلمة تغمر الأرض، الظلمة تغطي العالم بأسره، والليل الدام سيكتنف الشعوب، ولكن الرب يشرق عليك، ويتجلى مجده حولك، فتقبل الأمم إلى نورك، وتتوافد الملوك إلى إشراق ضيائك، تأملي حولك وانظري، فها هم جميعا قد اجتمعوا، وأتوا إليك، يجيء أبناؤك من مكان بعيد، وتحمل بناتك على الأذرع، في الآية الثامنة، مكتوب، منه أولاء الطائرون كالسحاب وكالحمام إلى أعشاشها، في الآية الثانية عشر مكتوب، لأن الأمة والمملكة التي لا تخضع لك تهلك، في الآية الثانية والعشرين مكتوب، ويضحى أقلهم ألفا، وأصغرهم أمة قوية، يقول الله، أنا الرب أسرع في تحقيق ذلك في حينه، وهكذا يجب على الحراس على أسوار أرشليم أن يبشر بمجدها بجد حتى تصبح مفخرة العالم، أليس هذا ما يجب أن نفعله اليوم؟ لنرى سفر إشعياء الإصحاح التاسع والأربعين، الآية الثامنة عشر في الإصحاح التاسع والأربعين، الآية الثامنة عشر، مكتوب إرفعي عينيك وتلفتي حولك وانظري، فقد اجتمع أبناؤك وتوافدوا إليك، حي أنا، يقول الرب، فإنك ستتزينين بهم كالحلي وتتقلدينهم كعروس، وتعج أرضك الخربة وديارك المتهدمة، ومناطقك المدمرة بالسكان، حتى تضيق بهم ويبتعد عنك مبتلعوك، ويقول أيضاً في مسامعك بنوك المولودون في أثناء ثكلك، إن المكان أضيق من أن يسعنا، فأفسحي لنا حتى نسكن. هنا أيضاً مكتوب، اجتمع أبناؤك وتوافدوا إليك، يحثنا كاتب المزامير على التباهي بالله يوماً بعد يوم، ولحظة بلحظة دون توقف. إذن، هل يوجد فقط الله الآب؟ لدينا ليس فقط الله الآب، بل لدينا أيضاً الله الأم، يجب أن نفتخر بأبينا وأمنا، يؤكد الكتاب المقدس مراراً وتكراراً على أننا يجب أن نفتخر بالله. اليوم، من خلال يوم السبت هذا، دعونا نفتخر بأبينا وأمنا لذين خلقا السماوات والأرض وكل ما فيهما. لجميع أبناء صهيون، حقيقة أن لدينا الله الآب، وكذلك حقيقة أن لدينا الله الأم هي من أهم الحقائق. إذا لم يأتي جميع البشر الذين يأملون في الخلاص إلى الروح والعروس، فلن يتمكنوا من استقبال ماء الحياة. بدون ماء الحياة، لا يمكنهم الحصول على الحياة الأبدية. إذا لم يحصلوا على الحياة الأبدية، فلن يتمكنوا من الحصول على غفران الخطايا. بدون غفران الخطايا، لا يمكنهم دخول ملكوت السماوات الأبدي، وهكذا، أنتم وأنا مباركون حقاً. نحن ممتنون لنعمة أبينا وأمنا اللذين منحانا يوم السبت ومنحانا العهد الجديد كما نحن ممتنون لنعمة أبينا وأمنا اللذين قادانا إلى صهيون حيث يمكننا أن نلتقي بهما دعونا لا نحتفظ بهذه الأخبار السارة لأنفسنا بل نستمر في نشرها حينها ستظهر اللحظة المعجزية بالتأكيد أمام أعيننا في المستقبل تستند جميع أفعالنا وإيماننا إلى الكتاب المقدس ومع ذلك العالم ليس مبنيا على أساس الكتاب المقدس الناس لا يبنون إيمانهم على الكتاب المقدس إيمانهم ليس مركزا حول كلمات الله متى أوصانا يسوع بأن نجعل الأحد يوما للعبادة؟ كلها أشياء مبتكرة وهي باطلة في السماء سيكافئ الله كل شخص حسب أعماله لذا إذا لم نبذل جهدا كافيا أو نحقق ما يكفي على هذه الأرض لا يمكننا إلا أن نتوقع الحصول على القليل وهكذا علينا اليوم أيضا أن نسعى لتحصيل الكثير لملكوت السماوات أثناء تأدية صلوات الصباحية خطرت لي هذه الفكرة فجأة آملا أنه من خلال يوم السبت المقدس هذا يمكنكم أنتم أيضا أن تقدموا المجد والشكر لأبينا من كل قلوبكم أود أن أختتم عظة اليوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا